موسم الدراما الرمضانية السنة دي الحقيقة زي ما اتفقنا حرس على تقديم وجبة درامية متنوعة وده اللي احنا شفناه في الخريطة الدرامية بتاعة رمضان وكان مهم جدا في الخريطة دي وإحنا متابعين يكون فيه كمان مشاكل الأسرة وحياتنا في البيوت ومشاكلنا وقصصنا مع ولادنا والحياة اليومية اللي احنا بنشوفها مع ولادنا بشكل كبير الأبهات والأمهات والولاد وده كان موجود الحقيقة السنة دي في دراما رمضان بشكل كبير مسلسل بابا جي على قد ما هو كوميدي لطيف وحاجة دمار خفيف وعارفين طبعا الفنان أكرم حسني بيحرص على ده وهو رائع في ده وشاطر جدا فيه لكن كمان المسلسل كتابته بأسلوب بسيط وبيبرز المشاكل حتى الحياتية اليومية أنا شخصيا المسلسل ده عمل لي مشكلة عندي بنتي عايزة كلب بأي طريقة فطبعا أول ما طالوا بقى يقولوا كلب ومشكلة بقى إنا عايشين بقى مشكلة إيه طيب ما هو الدنيا سهلة إيه فخليني أشوف إيه اللي حصل وعلاقة الأبناء بالأباء وإن الأب مش إيتي أم والكلام الجميل ده خلينا كده نرحب بمؤلف العمل لأستاذ محمد إسماعيل ونعرف منه تفاصيل أكتر مسائل خير أستاذ مسائل رزيح حضرتك المسلسل عامل حالة لطيفة كده ما بين الأسرة أنت يعني أنا سماعت كمان أنه هو متاخد عن قبل الإيجار ومسلسل كوري هو متاخد عن كتاب رواية نزلت في كوريا اسمها قبل الإيجار واتعامل منها فيلم سينما ناك والشركة تواصلت معنا وستوى الحمدي عشان نكتب السيناريو والحوار للموضوع يعني هي زي فورمات لا مش فورمات فورمات ده لو إحنا هناخد مسلسل معمول وهناخده نعمل نمصات لكن هي مجرد فكرة أكد أننا مثلا خدنا رواية نجيب محفوظ وحولناها لمسلسل تمام فهناخدنا الفكرة بتاعة الرواية لها قبل الإيجار والعلاقة بتاعته أنه هو ما بيش لقي شغل بس طبعا فكرة أنه هو مش بيلاقي شغل في كوريا غير أنه بيلاقي شغل مش بيلاقي شغل في مصر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي مختلف طبعا فهناخدنا السطر بتاعة أنا وإيه الموضوع على اللوعة قبل بتأجر وبدأنا بقى نشتغل إحنا بقى بنقلف المفلسل أيوة صح فإزاي الأب بقى ممكن إيه الدور اللي ممكن يعمله الأدوار الغيبة بس فكرة المسلسل هنا لأنه دايما كان يتم التهامل أباء إنه ما بيعملش ما بيهتمش ما بيشوفش ففيه هو عالج حاجات كده لطيفة بأسلوب لطيف لكوميديا برضو كتابة لها مش سهلة أو إنه يبقى فيه تناول فيه خف الدم وطبعا الموضوع إحنا كنا بنفكر فيه في الأول فيه فيه نوع من أنواعنا شوية إنه نخوف من إنت لما تخش في مناطق ممكن تدايق الناس أو توجع الناس فكرة إنه مثلا يعني مثلا الولد اللي أخد أكرم في أول حلقة ده ولد يتيم ما شافش أبض فده موضوع مأساوي طبعا بس ذات ستناقدر تتناوله بشكل كوميدي دي كانت من الخطوات اللي عادنا نفكر فيها الأول بس بصراحة كان مسهل علينا شوية الموضوع إنه نحن أكرم حسن والقصت الكوميدي اللي معاه نسرين أوتاكا تياسر التوبجي كل الطاقم ده كله كان مسهل علينا إنه نقدر أنا هو وقل نقدر نتناول المواضيع حتى لو حسيني إنها فيها قصوة شوية لإنه نحن وثقين في القصت اللي معنا إنهنا هقدر يطلع ده وطبعا وراهم سوس خالد مرعي ورا كل الناس كلها فإحنا كنا بنكتب وإحنا يعني إيه سايبين إيدنا ووثقين إن شاء الله هكذا تطلع كويس رد فعل الناس إيه الناس ارتبطت بإيه أكتر في المسلسل إنت أكيد كنت بتتابع ردود الفعل ردود الأفعال أولا بس عايز أقولك لأنه نحن على الشاشة أنا كمان كان عجبني حالة البهجة في تصوير والألوان والحالة يعني إديته حالة من الطاقة الإيجابية والبهجة كمان بشكل جديد هقول لك حاجة حاجة أنا شوفتها النهاردة وأثرت فيها جدا 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 رسالة فيديو بنت صغيرة عندها تمان سنين من غزة بعثتها لأقرم وبتقوله إحنا الحرب بتعبانة وأرفانة لكن أنا الوقت اللي بشوف فيه بابا جيه بنسى ويلات الحرب وبتقوله أنا بابا لو معاه فلوس حاجة أشوفت في مصر بص أنا مش قادر أقولك قد إيه أنا حسيت بقيمة اللي أنا عملته لأ وقيمة إن أنت بالطبطب على قلوب صغيرة وأنا مش قادر أقولك أنا حسيت بشكل جدا يعني أنا طول عمري بحس يعني يعني إيه حس بقيمة أنا بعمله يعني حس بقيمة الكتابة وحس بقيمة اللي أنا بتقي ربنا في قدامة في اللي أنا بكتبه بس أنا أول مرة حس إنها مباشرة قوي كده وتغبطني فراسي وفي قلبي لمنظر ده ووسط الحد عايش في ويلات النار إن أنا حسيت إن أنا الكام دي إن أنا بكتبها دي بتخرجوا من اللي هو فيه ده علشان يبتسم أنا مش قادر لك أنا متحس بإيه بس عايز أقولك هو ده تأثير الدراما المصري ده حي عشان كده لما بنتكلم على الدراما المصري إحنا مش متكلم على دراما بنزعها لأهلينا كده على قدنا قفلين على بلدنا وإحنا بنشوفها لا دراما بتسافر بره الحدود والفكرة عموما ما بتبقاش يعني ملكة صاحبها أول ما بتم تنفذها الفكرة بتسافر في كل مكان أنا عندنا صار واسمها اللغة العربية طبع اللي هي بالناس بتشوفها من المحيط للخليج دي صار وكبيرة جدا طبع ونحط بقى جنبها استأذنك أنا اللهجة المصرية لا بالزبط جدا اللهجة المصرية بقى يعني بتوصل في كل حد لكل أهلينا في دولنا العربية بشكل كبير طيب الحاجة التانية بقى يعني طبعا وجود أكرم حسني وجود إنه إيه بقى فيه اللطف والزرف والولاد يعني ما تعبتوش بقى الكتابة كمان في وجود أطفال ومش سهلة برضو الكتابة في الأوجود يعني إحنا ككتاب لو إحنا بس أنا فيه صعوبة إنه هنكتب الأطفال 50% فالصعوبة كلها على أصوص خالد مرأي 100% إنه قدر يواجه كل الأطفال دي طبعا بس الحمد لله إن إحنا أولا نحن في مصر فيها كمية مواهب في الأطفال غير طبيعية يعني إحنا بنلاقي في الدور فيه أكتر من من حد ممكن يبقى كويس فيه ماشاء الله ونختار الأحسن دايما الكتابة الأطفال طبعا 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 خلينا ناخد دي بعد الفاصل زي ما قلت لكم أنا سعيدة بدراما رمضان السنة دي إنه شفنا ولدنا على الشاشة يعني شفنا ولدنا ولد جرانة وأهلينا مش ولدنا ولدنا بس اللي هما شبه ولدنا وده شيء يحسب لدراما 20-24 اقتحمت البيوت ومعاها الأطفال والأبناء والشباب حنكمل بعد فاصل قصير وبابا جي رجعنا تاني بنتكلم عن مسلسل من المسلسلات اللي انت تقدر تعمله كده تريح كده يعني أحيانا اليوم بيبقى صعبة وفيه مسلسلات عايز التركيز فيه عايز بحث لكن انت بحتاج هذه النوعية من المسلسلات اللطيفة اللي شبهك اللي بتحل مشاكلك بابا جي يعني أنا شخصيا بحس ان هو من الحاجات اللي هو لو بنتفرج على كذا حاجة دسمة فانت عايز ده كده يعني تبقى بسوط يديك بسمة يعني فأنتو كنتوا حطين الانتباع ده يعني طول الوقت في الورق يعني يعني العمل التسلية والبهجة والكوميديا ده كان رقم واحد عندنا نعم بنتناول ممكن مواضيع ممكن تبقى صعبة أو فيها دراما شوية لكن دايما في دماغنا دايما دايما التناول هو تناول الكوميديا لأنه في الآخر هو مش حصل الكوميديا طبعا الأفكار وانت بتكتب لأن الكتابة للكوميديا صعبة جدا لأن انت مطلوب ان انت تقدم متعة وتضحكني وتبقى لطيف وإلا هتقلب يعني عارف ازاي غير مسلسل درامي ممكن تصعد الدراما فيها يعني ممكن انت عياتني بسهولة بس مش تعرف تضحكني لكن المشاكل بقى الحياتية ايه اكتر حاجة انت كمؤلف كنت دايما عايز تحطها يعني حاسس ان هي في المجتمع لمحتاج ان انا احطها يعني هتفرق مع الناس والله احنا انا نكتب كنا مش بنفكر في ايه المشاكل慌 arī twenty things that we can do وكيف نبني الشخصية بتاعتنا والعالم بتاعها احنا قول ما بنبني الشخصيات بتاعتنا والعالم بتاعها كويس احنا بنمشي بقى مع المشاكل بتاعتها والمشاكل بتاعتها مدام احنا احسين ان او احنا طالعانها من الوقت بتاعنا المتلقيب خلاص على طول بيصدقها والحمد لله احنا اظن ان احنا توفقنا في ده طبعا فكرة ان احنا نفكر بقى في المشاكل اللي هو البطل بتاعنا بي خشها جوه البيوت كنا دائما بنفكر في نقطة ايه هي الحاجات اللي حاسين ان احنا ممكن انك عاوزين نتكلم فيها الاسرة بتفكر فيها احنا مش بندي حلول احنا بنحط بس بوعي الضوء كده على المشكلة او على احنا محتاجين ايه الحلول دي بقى بتيجي من المناقشة بتاعت المجتمع كله بقى يتفرج ويقول قل احنا عندنا النقطة يحاسين نتكلم فيها انشت علم فيها فاحنا عادنا نتكلم في الشاشات المشاكل اللي حالقة بالاب انا اب ولحمدى اب واكرم فعدنا نتكلم مني مشاكل لان احنا اللي بشتر Bang thesis L function B وخارجنا بقى الموضوع من جهنا عشان يبقى طبيعا الطب الانتباع الاولانى عند ايه لانه كان دايماً الاب بيقولك ربما فهيوعزم الاعمال بيبقى الام والأم اللي بتشيل واللي بتعمل واللي بتتعب يعني برضو ده مسلسل اتناول الأب بشكل فيه خف الدم يعني فانتباع ايه؟ لمستوا بقى لانتباع ازاي عند الأب؟ في الأول مثلا ليه أصدقائها تتصلوا بي قالوا احنا كنا فاكريني أول ما شافوا اللغنية قالوا ده حاجة بقى بتنتصر للأب وبتاع ففرقوا والمثال بتاع هشام قالوا اخ ده تشتغلنا ولا ايه يعني ده تجايب أب منها البنيلة يعني فضلوا ازبر هتفهم بعدين هتفهم اه لان هي رحلة التطور يعني ازاي لأبوة دي حاجة مكتسبة صحيح الأمومة هي انت ايه الأم هو الطفل بنزم الأم جزء منها صح بالمشاعر بتاعتها ديح انما القب بفجأة اكتشف ان فيه كائن جديد عنده في البيت هو مشان فيه ايه؟ مين ده؟ ايه العلاقة لبيني وبيني؟ لازم يبدأ يتعامل معاه وربيه بالضبط فهو بتبقى علاقة مكتسبة بتبدأ صحيح لازم لوحد يبزل فيها مجهود صح الأمومة الوحدة بصراح انا ده رأيي الأمومة هي يعني الأم والله يبز انا اقول لك هي الوحدة بس برضو هي فيها مجهود التربية برضو طبعا يعني الأب والأم أصلهم ما فيش حد بيطلع لوحده يعني لازم العنصرين يكونوا موجودين طبعا بس يمكن الأب بيبدأ يعني لازم هو يبني العلاقة بالضبط كده هو الدمان هو ده عند المبادي يعني مثلا تلاقي في اي أصل تلاقي الأم لو زعقت الاطفال ما يزعلوش قول إنما الأب يزعل ينهرب يدلقوا يعني زعلو قوي إذا باب يزعلنا كده لي ما بنقاش يحب بابا طبعا نضموكوا كل أم طول أم بتزعل فيكم أيوة بالضبط اشمعنا بابا يعني أيوة صح في دايما كده هي دي العلاقة كده إن أنت الأب دايما هو اللي لازم يبزي المجهود شوية أكتر من الأم علشان يوصل لولاده فكرنا في ده برضو إحنا بنتكلم وإحنا بنتشتغل فكرة كمان إن الأب يعني دايما الأب بتحول اللي هو محفظتي فينا أنا الـ ATM أنا اللي كذا أنا اللي محدش بيسعل علي لكن الفكرة دي بتتغير في الأجيال لأن الأب قرب لل يعني الأب القديم بتاع زمان اللي كانت ناس تترعب منه ده ما بقاش هو الأب بتاع الزمن ده في الدنيا برضو تغيرت كتير تغيرت لأن الـ 6 بدأت تشتغل ما بقاش هو الأب كمان هو المصدر الوحيد دايما للفلوس لأ الأم الـ 6 بدأت تشتغل وفي كل حتة وممكن تبقى هي كمان بقت لمصدر هي كمان للفلوس فالموضوع بدأ يبقى لا تبقين يعني لازم يبقى فيه وجهة نصر تانية أو لازم يبقى المسألة مش مسألة فلوس بس وهي أصلا مش مسألة فلوس بس هي حاجات تانية كتير الفلوس أو القب يبقى العائل الماء العائل في الأسرة ماديا دي حاجة جزء من الأبوة مش هيدي الأبوة بس صحيح وده اللي احنا برضو عدنا نتكلم فيه في المسلسلة صحيح طيب يعني كمان عايزة أقول لأنتو فكرة الأغنية عملت لكم تشار أنا شايفة ناس كتير برضو بدأت تستخدم الأغنية وتعمل حالة كده جميلة ويصوروا أبهاتهم ويتكلموا يعني برضو الدراما هنا بقت بتنشر أفكار يعني ممكن تعمل تأثير بشكل كبير يعني برضو من الحاجات اللي أنا سمعتها إن في حد نعرفه قال بيقول أنا بايت هتخشي البيت قال لي إيه بني عنده سبع سنين بيقول بابا جيه بابا جيه جامد يعني بعد ما شاهد من مسلسل وقال بابا نتفرج على مسلسل فالروح بتاعي إن أنا فجأة اكتشفت إن المسلسل خلى يبقى فيه علاقة ما بين أب وابن أو بنت وهم يعودوا يتفرجوا على مسلسل مع بعض عشان فكرة الأب دي حاجة مهمة جدا حسستي فعني برضو بقيمة الموضوع صحيح عارف أنا كمان بحييكم على إيه على الإسم نفسه لأنه بابا جيه ده مصطلح مصري 100% له هو بابا جيه أولاد بابا جيه أولا لسه يعني إحنا بنستخدمها إحنا في لحجتنا المصرية بشكل جيد فالمسلسل برضو بالبساطة استخدم حاجة مصرية جدا يعني فدي أنتوا عادتوا اخترتوا الاسم إزاي فكرتوا فيه إزاي والله يعني جيه وحنا عادين أنا وقل مع بعض وحنا بنبدأ نشتغل يعني الكولي لو عمل أب للإيجار كان اسمه أب بديل بديل هتمشي قوي عندنا إنما بابا جيه يعني أقرب لمصريتنا بالزبط يعني فأنا عادين بنكتب كده فطلقت لنا يعني أولي الحاجة أنا وقال فطلعناه في نفس اللحظة من كتر هي ما هي كانت تلقائية وطلعة من الموضوع يعني فالحمد لله توفقنا فيها كمان ولادك قالوا لك إيه عن مسلسل يعني لأهم مبسوطين بي الحمد لله يعني وأنا كمان كأب في البيت أنا بسبب شغلي أنا عشان أبكت طول وقت في البيت طبعا فأنا قاعد في البيت طول وقت أيوة ففكرة إن أنا بنزل أو الأب اللي هو بيبقى بغيب عن البيت أكتف طول وقت بس منفصل بالزبط كيف بالزبط يعني إيش موجود بابا جيه بقى لما يبدأ اللي بخروم المكتب لما تبقى قريب منهم يعني أنا بشكرك وبحييك بحيي فريق العمل كله الحقيقة على مسلسل الحقيقة بزلته فيه مجهود كبير وإحنا استمتعنا به بشكل كبير وبشكرك شكرا جزيلا أنه ورتنا في تسعة مشاهدينا طبعا الوقت بيجري زي كل حاجة ما بتجري معنا أنا يعني إن شاء الله نلتقي معاكم الأربع والخميس الجايين حيكون كمان المسلسلات اللي بدأت من كام يوم الخمستاشر بقى لها يعني كده يعني وضع أكتر معاكم وتفاعل نقدر نتكلم فيها بشكل كبير التسعة مستمرة لا تتوقف أبدا غدا تلتقون مع زميلاتي العزيزة هدير أبو زيد أما أنا ألقاكم الأربع والخميس بإذن الله دمتم في رعاية الله سبحانه وترجمة نانسي قنقر